لكن اللي جاي بقى ايه هو بقى ده دور النادي الاهلي التنويري اللي حط خارطة الطريق رؤية للكرة الافريقية امام الكاف هل الكاف هينفذ ده لو هو عنده قدرة زي ما الكابت المحمول الخطيب قال لسه عندي امل ان متسبي يكون عنده شغف لتطوير كرة القدم الافريقية فبالتأكيد لو ده موجود هياخد بالنقاط اللي هنعرضها في الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي نشوف الفيديو عاوزين نطرح رؤيتنا التالية وهنا الكرار للكاف وهنا بنعترف بده لكن هي مجرد رؤية من اجل الكرة الافريقية من وجهة نظرنا واحد ان يعود الدور النهائي لمسابقات الافريقية دور الابطال راكم فدرالية لنظام الزهاب والعودة مباراتين لان فكرة اقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح ربا تختلف كثيرا عن افريقيا وسائل الانتقال في كرتنا صعبة ومكلفة جدا وتستغرق وقتا طويلا جدا للسفر وكمان ولا توجد تأشيرة موحدة لكل الدول الافريقية عكس اوروبا بل الحصول على التأشيرات في كرتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير وقبلتها وهنا بتكلم على كل الجماهير الافريقية ايضا لا توجد عملة مالية موحدة للقرة الافريقية على العكس في اوروبا المسابقات بين الدول المسافات بين الدول قريبة جدا ولا توجد كل هذين مشاكل التي اشارنا اليها اثنين حال استمرار وده قرار كيف طبعا حكومة كامل حال استمرار اقامة النهائي للمسابقات الافريقية بنظام المباراة الواحدة تقتضي الشفافية والعدالة ان يقوم الكاف باعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل اطراف من توضيح الشروط اللي فيها وان يتم الاعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباراة النهائية قبل بيض البطولات على الاقل ما نستناش لاخر اسبوعين او تلاتة تلاتة ان يدرس الكاف تدوير استضافة المباراة النهائية بين الدول الافريقية ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة خمس سنوات حتى تحصل بقية الدول الافريقية على فرصة وفرص ومثلة هنا في دول ممكن ما يكونش عندهم الكدرة المالية والتنظيمية وهنا بقى يجب ان يكون الكاف بدعم ومسندد هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها أربعة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد والفار في كل ادوار بطولات الافريقية لتحقيق الحد الادنى من العدالة احنا او افريقيا ليست اقل من اوروبا ان يقوم الكاف ان يقوم الكاف باعادة سياغة للواحي الحالية لتكون حاسمة وشفافة ولا تحتمل اكثر من تفسير ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة علما باننا نؤكد وندرك انها مسؤولية الكاف ولكن يجب الاستماع الى وجهات نظر كل الاندلة افريقية كلها ايه المنع ان نبعط اللواح دي واللواح دي اللواح دي تحط عليها كل الاندية كل نادي يحط تصوراته ثم التصورات دي تروح للكاف يبتدي يناقشها ويشوف الغالبية بتقول ايه ستة دراسة مضاعفة المبالج المالية المقدمة من الكاف لفرقة المشاركة في المسابقات المختلفة لان من خلال التجربة لان ما يتقضاه صاحب المركز الاول حاليا وهو الرقم الاعلى في اي مسابقة افريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات الاقامة المكافئة اللاعبين الاجهزة الفنية والادارية والطبية علاج مصابين بيقع منك خلال البطولة ده بقى صليبي وده مش عارف زي ما حصل مع النادي اللي في ثلاث حالات تريبا فالمبالج دي اعتقد يجد دراسة كيفية زيادة هذه المكافئات طبعا احنا جماهير النادي الاهلي ومنتمين للنادي الاهلي سواء مسؤولين اعلاميين جماهير اعضاء جماعهمية عندنا دايما الاهلي اعظم نادي في الكون ومع ذلك لما بنيجي نتكلم في لوايح عارفين حدودنا كويس فالكابتن محمول خطيب هو بيتكلم وبيقول عندنا رؤية لكرة القدم الافريقية ولكن الكاف وبرغم اننا دلوقتي على خلاف مع الكاف ومستشعر ظلم واقع علي فاننا العب نهائي اتحدد بعد مباراة الزهاب بيقول ان الكاف هو اللوق الحقية في انه يدرس هذا الامر ويأخذ به او لا يأخذ به ده النادي الاهلي ومؤسسة النادي الاهلي استعرض ست نقاط اسسية هي فكرة ان الغيلي نظام المبراء الوحدة لان موضوعنا مختلف تماما عن اوروبا المسافات والنقل والتكلفة والحالة الاقتصادية للقرأ وعدم موجود عملة واحدة وعدم موجود تأشيرة تسمح ليك بدخول البلدان وتكلم مش بس عن فكرة اننا صعب اننا ندخل المغرب هو ما حطهاش مصر والمغرب لا الكل الدول الافريقية احيانا بيعانوا من صدور تأشيرة ليهم بدخول البلدان طب لو انت مصر على انك تلعب المباراة دي من 90 ديها فقط لغير لا حضرتك بقى ايه ده كده وادرس الامر وحطيلي لايحة واضحة تكون كمان الليحة دي بتسمح ان تتحدد البلد اللي هيستضيف البطولة قبل ما البطولة تبدأ زي ما بيحصل بقى في اوروبا بما انك بتتكلم عن اوروبا اوروبا بتحدد ثلاث سنوات مقبلة فانت حدد لي بس السنة دي وتراعي فيها شروط تكافق الفرص النقطة التالتة واللي هي بتتكلم عن فكرة ان اللوايح تكون واضحة يعني ما تدينيش لوايح مططية زي ما رحنا كده للمحكمة الرياضية وشوفنا مكتب استشاري قانوني قال فيه لوايح مططية في الكاف مش هتقدر تتعامل معها فهنا انا عايز لوايح تكون واضحة لا تحمل تأويلين يبقى اللي يقراها كده نشتغل على اساسها نبقى فاهمين ايه اللي مطلوب وكمان مهم جدا انك تشرك الاندية في هذه القصة انه يضع اللوايح لان ده طبيعي جدا كل نادي في افريقيا ممكن يكون عنده افكار وانت كاتحاد افريقيا لو عايز بالفعل كرة القدم الافريقية تتقدم لازم تاخد الاراضي وتدرسها وتشوف ايه اللي تقدر تنفذه اتكلمنا عن تطبيق تقنية الفار دي مرارا ولكن المرة دي بنتكلم بشكل واضح انها تتطبق من اول ادوار البطولة مضاعفة مكافئات مش بس الفوز بالبطولة لا ده كل الفرق المشاركة في البطولات وده نظرة لا افريقيا مش نظرة للنادي الاهلي ولا نظرة مقتضبة عن كمان فكرة الاندية المصرية لكن واحنا على الهوى حول